اشتركوا في القناة بس هاي انو شو فهمت انا وشو ممكن احدا يستفيد راح نبني الالة الحاسبة نفسها نعطونا ايها بس اكيد ما راح استخدم التوربوسي اللي هنه نعطونا ايها انا بظن ان هاي اسوء حركة هنه بيعلوها بكالعادة شغلات قديمة ما انا علاق فيها هاي نبدأ اول شي هنساوي الالة الحاسبة هنساوي مجلة جديد راح ارفع الكود على الgethub هو الكود نفسه يعني بس راح حطه هوني مشان اذا سوينا الالة الحاسبة وبعدها الجمال الشرطية وهيك يكون نفس الموقع راح سميه هنفتح لهذا نساوي ايه قبل هاد قبل هالحاكي هنتاكد اول شي انه لكس والبايسون عنا هكيف هلا انا نزلت الليكس والبايسون من الموقع الجنو الموقع الموقع الرسمي طبعا واللي هنه محطوطين هون بسين اه اه اكا منوين تريتيتو لا ما هدا شهدا ها انت هون ساعتك طيف ها فلاكس ويندووز اه 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 هاي البايسون وهاي الاكس وهي الكمبير راح نستخدمه GCC راح تاخد تروح على ها نكوني هنن جنو وين 32 على البن نزلت البايسون تاخد البن تابعا وبروح على باخد الوكال باخد وبحطه هون مشان الكمبيلر دا استخدمه مشان اربط الملف الليكس والبايسون ازا حدا عنده الكود بلوكس او في ملف اسمه كود 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 نقم هون كود بلوكس تدخل على من جي دابليو والبن هون فيه راح نستخدمه هو جي سي سي واللي هو راح يربطنا ملف الليكس مع البايسون راح ناخد كمان البن ونضيفه لهوني نفس الموقع وادفانس 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 اول شي بنا نساوي ملف المترجم او المعرب عفوا ملف المعرب بالبارسر بحب ابدأ فيه بعدين ابدأ في الليكسر عشان قعب شو عندي فملف البارسر هو .Y والبايسون ملف الليكسر هو .L الاول شي نعمل نسميه سيأت بارس بارسر بارسر .TXT هيا اول شي نكتبه بعدين من قلبه استخدم نوت بات بلاس 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 بس لانه هيك فيه رقم الاسطور وملون مع كتب اه لنا هلأ هو ملف المعرب بتكون ثلاث اقسام واللي هنين عنا اول قسم واللي هو بس عارف اكتب اول هي يعني منعرف عن مكاتب نستخدمها نتعرف على التوكن وعن التوكن والشغلات التانية بعدين 2% في عنا قسم التاني هو بتضمن الرولز اه اذا كتبت وفي عنا قسم التالت هو البرنامج يعني c program فهيك هذا هو كونتة اخسام له هلا نبدأ فيه هلا اول شي خلي نفتع بشي نعمل هون كل شي نحطوه هون بالc هون هون اضافات كل شي بقدر استخدم لغة فحاليا ما بديش هون بقدر بضيف شي اسمه توكن توكينات اللي استخدمون في عندي وحدة start ويندي يبدل القواعد في عندي مشان نحدد اولوية العمليات left وعندي right وهكذا هنا هلا بعدين هدول وبعدين عنا القسم الثاني واللي هون هنه rules وبعدين عندي هون c program طيب نحن اول شي رح نبدأ بالإنكلود هذا الشيء لا يعمل إنه حاسبة لأنه بدي لطباعة فانا رح ضيف بدي لبرينت بدي اتعاب على البرينت لأنا بدي اطبع اخرشي لأخرشي فبدي مكتبة std standard input output library first include ما انه مكتبه موجوده فمنها std input output dot h فأنا بدي هاي بس حاليا رح نبدأ قوة شي جمع وزائد اه افون فا جمع وزائد رح نبدأ جمع وطرح وبعدها نحط البقية فجمع وطرح فأنا شو التوكين اللي عندي عندي الفلس جمع وعندي الماينس وعندي النمبر الرقم دي أجمع وطرحه وعندي ممكن أحط الإيكل وكفوا هذول الستارت ممكن أحطه مثلا الانفوت أحط أول قاعدة هي الانفوت او ممكن ما أحطه أبدا هلا حسب ما طاعة الانترنت أنه يعني هي فضلة تنحط أنه هي أول قاعدة دائما لازم تكون القاعدة البداية وهو إذا ما حطيت أبي يأخذ أول قاعدة من حطه هون اخيانا نحطها هلا نتركها هلا نبدأ بالقواعد أو قبل القواعد بس نبدأ نحط أولوية العمليات أو لا نشوف الخطأ اللي بيطلع بعدين رحط القواعد أول شنبدأ مثلا الانفوت رح يبدأ ب اما انفوت و لاين مثلا قاعدة اللي بعدها بنتهي لذي حطينا انفوت لاين هيك مشان يعمل كما عندنا عودية نقدر نضلع مستخدر البرنامج لانه إذا حطينا بس لاين فهو ينفذ مرة واحدة ما يرجع كل مرة نفتحه ننفذ عملية واحدة ونسكره نفتح عملية واحدة ونسكره فهيك انفوت لاين فمنقدر ننفذ أكثر مرة هيك حسب ما لقيت فانعرف قاعدة اللاين فانزلت لنا اللاين هي اكسبريشن او لا اللاين هي عبارة عن رأم او ممكن رأم او هي اكسبريشن يعني او ضيئة اللاين هي عبارة عن اما ايكول وصلنا للنهاية او بس عبدأ اجيب اكسبريشن وعمل له ايكول طبعا ننهيه هون في عناه الاكسبريشن الاكسبريشن ممكن تكون الم放yi a cup بعد الترمنال وصلنا هون على الترمنال يعني اخر هاي الم Rus Влад هاي الم жぃم مهم هون يعني هون اخر شهي اخر الشجره فهدون ما بقل بتteد او نن ترمنال شد نن أمن أمن كم هنا centralized فقط أمن والمتالي فهلّا نحطها هي number.. أو.. expression.. plus.. expression.. أنا بس عنا جمع.. expression plus expression.. أو.. expression minus.. expression.. هلّا هون نحن.. هون في كل قاعد.. في كل rule اللي نقدم نحطها بنقدم نعطيها متل.. تنفيذ.. ينفذ شيء هون.. هلأ هون بيكون بال-C.. يعني هون مثلا.. مثلا.. إذا.. change.. مشان نشوف هون.. مثلا وقت بلاقي جمع عددين بديها يطبع.. print.. أو لا ما بدي.. هاد هون.. شارع ثاني.. وقت بلاقي عدد.. ها.. آآ.. 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 طيب.. ما علي منوصل للفكر.. هون شو بنعمل.. هلأ هون.. البايسون كيف سهلنا أنه نتعامل مع هل.. مع هل.. مع هل.. مع هل.. expression.. آآ.. لأنه نقدم.. حتى نقدم نحن بنبني ملف.. طلق لكس لوحده يعمل.. يعني برنامج لكسر.. للماسح يعمل.. مثلا.. ممكن نساوي برنامج للماسح يعاد عدد كلمات في مخطع ما.. فهون مش مو محتاج البايسون.. أو محتاج البارسر له يشتغل.. فهون بيشتغل لوحده.. ممكن كمان يشتغل برنامج البارسر لوحده ومش ماله محتاج للكسر.. فعلى هون.. شو الفائدة.. نقضى أكثر بالبيسون هون.. أو بالملفات.. .. الدوت واي.. هون بمثلهم هدول على شكل.. الـ expression هاي الأول واحدة ممكن تضع.. هي اسمها $$.. هاي هون الـ root.. طبعا.. واي شي بعدها.. بيبدأ بال$1.. لا.. يعني هاي هون.. هاي.. $$.. ولا هاي هون مثلا.. هون تبدأ عندك هاي $$1.. هاي $$2.. أي شي هون.. هاي $$3.. وهي كذا.. لنصر للأخي.. فأنا هون بدي أقول له مثلا.. كيف بدي أقول له انه يفهم انه يجمع لي هالعادلين.. فقالت له هتطلي بال$$.. يعني بالـ expression الأساسية.. هتطلي مجموع الـ 1.. زائد.. لان هون نحن كود C عم نكتب.. هون C يعني هون نحن نحن تقدر عندك كود C.. وبقال له $$3.. لانه هاي الـ 1.. وهي 3.. وبين هي.. وهون نفس الشي بقال له.. $$1-$$3.. وبديها متى ما وصل لـ.. متى ما وصل لـ.. متى ما وصل لـ.. يعني.. حقق.. كل الشجرة مبنيت.. ورجع لفوق.. ووصل له هون وكان كل شي تمام.. فبديها يطبع.. الشي اللي بصل له.. فرح قال له.. .. به البرا جزء walls.. وعند نعطيي ألا نعطي.. ونعطيها اي تنك دولر دولر 2 ونحن نتركها هيك بعدين ما نشوف اذا صح ولا لا فهون هدول قواعد تبونا في كفو ليسوفو لي الجمع والطرح هلأ هون بالبرنامس هي عندي كم تابع لازم احطهن وهنا هو شي والهو بشتغل وصير مشكلة بالبارسر فهون عبتنبعت له رسالة ورح يطبعها فمنقل له مثلا printf error error كل شي تمام return one وفي عندي المين واللي هو int main void ما بياخد شي وبيديها انا ما بدي تأكد مش بدي يعمل بس yy parse بس يقرأ يعني يقرأ ويعمل له ترجمة فهون بازم كفي هذا هلأ هون ريح اعطينا كم خطأ بس نتركون هلأ بعده هلأ هذا ملف في ال الفارسر فرحطه .y هلأ اوكي بعدين بدي واحد ثاني لللكسر ثاني لللكسر فسميه سكانر هلأ شاء الله .L على السريع لا نا خل شكرا طيب آآ آآ سكانر .L أوكي ثاليا هون آآ أوكي فآآ ملف السكانر كمان بتكون من ثلاث أقسام كل قسم بنفصل ب دول اثنين دولار سان فعنا عفكر ملف اللاكسر ممكن يكون بس هيك هو صحيح وكتير ما فيه شيحا كفي هيك يكفي انه بس يكون عنده بتنتين دولار سان لا يفصل بس لقبين قسم الأول وقسم الثاني هلأ هو بتقلف من ثلاث أقسام إلنا القسم الأول كمان نفس البارسر وقسم الثاني بعرف انه كلمة يقرأ محرف شو بليرجع التوكن أو شو بليرجع القيمة وقسم الثالث كمان هو برنامج سي بس يعني ممكن محطة أبدا مش هيك محطة أبدا فإذا كتبنا خلينا نبدأ ما هي اسمه فعنده أول شيء ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي هلأ هون بقدر بحط القواعد تابعوني فإذا ممكن أعرف قاعدة اسمها مثلا number أو مثلا بعدين مؤسس أخي اسمه ممكن ما هي ضايق بدل ما عليش هلأ هون أنا بعرف لكل بدا تجي لكل بدا تجي شو يعطيني فأنا ممكن أقول له بس يعطيني بس يجيك رأم لأننا كنا معرفوا هيك يجيك رأم واحد من هالأرأة يعني النسخة واحدة أو أكتر فأنت رجعلي return token اسمه إذا عطيناهم جانب بعض فعطيناهم جانب بعض نرى التوكينات هون اسمه number plus minus equal فأنا متى ما عشاف هاي بدي رجعلي number ومتى ما عشاف الزائد فبدي عم فبدي رجعلي اللي plus token اسمه plus وهيك للبقايا فإذا عمت ناقص يساوي ومتلو minus هون equal واي شي تاني نقطة بديلع اي شي تاني اي شي تاني بيجي بدي يطبع لي انو الدخل انت دخلته غير معرف او لا قبل هيك بديها انو اذا اجاك فراغات فراغ او backslash t تابات او سطر فارغ واحد او اكثر فتجاهلون مشان ما يطبع لي كل مرة واي شي تاني على الحكي تبع لي انو خطأ انت return او printf unexpected input واذا بدي اوصل ال input مثلا بقدر بعمل hello backslash c ادل على char yy text الصفر اعطيك شوية فهيك بازون هيك كفينا بس بقى لازم ضمن ملف الheader بطلع من هون رح نضع ملف الheader ضمنه هون مشان يعرف على التوكينات هون ولازم كل شي يشتغير لازم خلينا نشوف هلا هلا مشان اجربهم رح افتح cmd فهون فهون بفتحلي على المسار اذا كبستو هون حطيتو cmd فراه يفتح على المسار اللي انت موجود فيو هلا بدي انا يعمل له بايسن لل بس بدي يعطيني ملف في الheader عمله هذا dash d بدي يعطيني ملف في الheader parser ضع 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 كل شي بس ضع بس ضع اعبر لي هون ضع 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 هل بقى سلحته سايفت سايفت هلا سيبه مريبة هلا هم عابقلي في عندي كونفلكت فور شيفت ريديوس هالكونفلكت شو يعني هالكونفلكت هالكونفلكت عابقلي انه اذا اجاني حالتين فانا ما اعرف اذا اجاني لانا عم نعطيه جماعة وطرح فعم نقل له ما بيعرف مين مين الاولوية لقله فهي يعني هي ما بيعرف شو ده يعمل له الشيفت شو ده يشتغل فنحلها هاي فنحلها يالله لشي كنتين مفسع اه اه اوكي ها هاي تي اكس تي هون الساعة هون فهون نحلها هاي اذا حدد له اولوية فبقال له اللي بلوس هنه اولوية واحدة فايشي اجاك بلوس او مينس ابدأ من اليسار وهنه نفس الاولوية فاذا هلأ راحت انطلو نفس الشي فمعطاني الخطأ وعطاني الهدر والتاب هلأ بالعمل يبقلونا اغير اسم وما غير اسم انا ما بدخل فعقلي اه ما بعرف ليش يعني بحبوا يعقدوا الشغلة فانا الاسم تابعي هون راح اخده اعمله رينام اخده نفسه دصفه وبالسكنر بالسكنر هذا راح عمله انكلود عمله هاشت انكلوود وحطه دصفه الانكلود بين قوصين هاي شو يعني هاي يعني ان عبت تعطيه مسار اذا انا اذا مسكت هاي وعملت هاي اطلو اعطيني لا ما قده اه اه اذا رحت مرتين ديسكتوب وجيت لهون ومسكت اخد مسار هذا حطيتها المسار هون هيك فهذا هو نفس الشي نفس اذا عملت له هاي نفس الحكي انه هون بياخد مسار ليوصل عند الهيدر بس بانه اتناهتم نفس الفايل فهو المسار واحد فراح يطلع بالفايل الموجود فيه هو فهذا بحطه هاي يعني مبعف ليش طغيل اسماء وثاني شغال انه احط الملف البطلع من اللكسر هون احط الملف دوت سي بطلع هون هذا حكي فاضي اه هيك شفته هون هون بدي اطلع لات ملف البايسون تبعيد تب دوت سي هلأ بدي ملف اللكسر اولا فليكس لسكانر دوت ال وعطاني ملف دوت سي تبعه هلأ انا كيف بده اربطهم باستخدم تكون جي سي سي اللي بده يعمل الربط بين الملف ملف البارسر وملف اللكسر فرح اقال له ازا قلت له داش اوتبوت انه انت حدد لي شو ده طالع فقال له طالع لي ملف دوت دوت اي اكس اي هي نفس الحركة بيعملها بالتيربو سي بس انا مش ما رح استخدمها فقال له اوتبوت مع التكس دوت اي اكس اي بهال ملف اللي انا فيه وبدأ اعطيه ملفين بديهم فهو اللكس دوت واي دوت سي والبارسر دوت تاب دوت سي فاذا هلأ اشتغلت بقال لي طيب هاي تركعي بالي فانا اطلاقي هون صار عندي ملف اي اكس اي ازا فتحته وكبسة خمسة زائد خمسة يساوي صفر يقضي تلع صفر لانا فيه شو اللي ما عملناها وزا حطيت له مثلا جي قلي انا اكس بكتات اي امبوت جي لانا نحن هون ازا شفنا قلت له هاي هون هاي هون فانا قلت له اي شي بيجيك غير هدول اطبع لي انا اكس بكتات اي امبوت وعطيني شو هو المحرف فانا شو ما دخلت هلا اذا دخلت 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 دي اس دي فهو شوف شون طبعا هاي هون هاي الدي الاولى طبعا انه هادا المحرف غير معرف حطه هون وبعدين طبعا الدي التانية فاذا خلينا مشان اطلع الخرج احسن مشان بس نزل السطر وحزف لي هذا وين السي ام دي تابيتي لا سي ام دي فنسلسى نفسه اعمله هون لا مش اعمله هون نفسه انه الليكسر بدي ارجع اعمله مرة ثانية اسكانر دوت ال هلا بعمله نفسه فاذا هلا هون شغلته دخل فمشوف انه اخذ اول محرف قال لي ان اكس بكتات امبوت اس فراحطيني انه على كل محرف دخلته انا غير معرف فذا دخلت مثلا اه خمسه بعدين سطر سيتجأهله بعدين حطيت زائد بعدين حطيت خمسه بعدين حطيت يساوي فراحيطع لي انه هي خمسة هي خمسه زائد ثم يساوي صفر في هالحالة بس لانها عنا مشكلة صغيرة واللي هي اه اه انه نحنا بـ.. من هنا؟ يس اوكي.. أعدله هون فعنا بالـ... لا.. هون.. عفوا.. بالـ.. بالـ.. بالـ... بالـ.. بالـ.. في عنا هون مشكلة.. أنا هون و عبعتيهم نمبر توكن، ما أحفظ الماليو فقط عبعتيه أنو انت في عندك رقم، بس ما يحفظ القيمة فأنا مشان أحفظ القيمة كنا مستخدم متحول اسمه يـ... موجود هو، يـ.. 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 يساوي AnyTypeToInt بدي احول لانه هو تكست بدي احول لالانتجر فرأعطيه YYText YYText أعطيه YYText ولو هيك بس انا الAnyTypeToInteger موجود بال standard library بالمكتب البعياريه اسمه STDlib فلازم اجيبه كمان include STDlib.h هدنا نجرب هلا هدنا نجرب هلا هدنا نجربه هدنا نجربه هدنا نجربه هدنا نجربه هدنا نجربه بعدها قال له هم طيلا دي ملف ورجاء عمل لي ربطن فهلا ازا حطيت له خمسة زائد خمسة يساوي عشرة نظامي بس ازا حطيته 35 و50 زائد 55 يساوي مية وعشرة طيب ازا حطيته 55 50s زائد 55s يساوي نحن نزامي هادا صحيح اخد انه قلي هدول غير معرفين بس مجموع لهالرقمين اخد توكن توكن ترتيبهم نوعف كيف زبطو بس زبطيت عطى نزامي العدد فنحن متعدت له انه خوض للرقم فزبط ازاقت له خمسة ناقص ستة ناقص واحد ممتاز فقوم بانينينا الزائد والناقص ببقى انا كان الجمع والطرق الضرب والاسم والباور كان عاملين عدوك اللاقاتون فاخرينينا نرجع نبدأ دوك اللاقشين هون هفتح هون هلا هون بقى انه انا بس عندي عمليات بتفدي توكينات كمان فانا راح اعمل انه بدي واحدة للملت وواحدة للديف وانا ممكن ما احط التوكن كله ممكن احطه انه بس من احط هون انه زائد وقال له هون رجع لي بس وقت الزائد رجع لي الواي واي تكست الصفر يعني رجع لي شكله فهو نفس الشي راح اعمله اعمله نرجع نورا مرجع الزائد لا مستيدي ها هون هفتح بدي واحدة للملت وواحدة للديف هين نرجع او بلاس واحدة باور وكان في الاقواص كمان بار رايت بار ليفت هلا هون كمان بدي اعطيون اولوية شخصار اولاء اذا ارجعت نفس الشي التنوية الي نعلىه داخلاتي خطأ باحث ماذا افضل يعني ن ligar اوقات عبصير وصير وقا龍و تقace مع بعض ما اعطاء بوان ببدأ راح اضر nope مابعو d plus minus مابعو بدي بالميو فأعطيه اولويات من اقل من اقل الاعلى اولوية بعدين واقله لابد من يمين لشمال والأقواص هنين أكبر أولوية فأنا مدربة أحطون هون فهن راح يسكسدوا أكبر الشيء لو أحطون بأنهم محطوطين هون هون هيك فهون لازم أضيف باقي العمليات فأنا اضعت له هون مالت انتوا هتلاقيه الدربليا وبديها تطبع لي مثلا هون بعد ما اضربته تطبع لي القيمة فورا هون بادي بحط أي عدد الأسطور بديها من الكودسي بقوله print And I And I am in Malt rule Malt rule بس يك بدي يا يتباع له هل وبينزل السطر كمان وبدي وقت يقسم بدي يقسم عددين بس هلا هون اذا كان عنا قسمة على صفر راح يصيب معنا مشكلة فمشان هل هالمشكلة فبقل له اذا كان انها تقسيم هاد فا اذا كان الدولار ساين هذا يساوي الصفر فانا بمبدأ اكميل فازلتلوت الدولار ساين الثلاثة يساوي يساوي الصفر فانا بدي اتباع لي print وينزل الصدر وإلا يعطيها القيمة يعطيها القيمة واللي هون بدي اعطيها قيمة هون وما بدي اعطيها قيمة ورا عطيها قيمة يقول له انه خلاص هيد اخر عميل قسمة يساوي الصفر وهي ميز زبطة تركها هاي نشوف وفي عنا الباور الرفع لقوة هلأ هنن بالمحاضرات هعطينا انه لازم نضيف مكتبة المستخدمه انا مرة اضيف مكتبة المستخدمة انا ساوي تابع القوة لان هم عنده بعدها بكتب كود سي نظامي فانا راح عرف متحول انت اكس يساوي الدولار واحد واللي هي هادا الرقم وهادا القس فانا اعطيته الرقم هو هادا وادا مشي له حلقة فور انت اي يساوي الصفر اي اصغر من القس واللي هو دولار ساين ثلاثة اي زائد زائد انها الحركة مو ضروري حدا يعمل بس انه بس انه منقدر ان نعملها اكس يساوي الدولار يساوي الدولار واحد واللي هي خيمة تبدأ من الواحد بس هاي وبعدين بدي اقول له انه دولار دولار يساوي الاكس فهيك نقدر كمان نكتبه او منقدر نصحنا الباور يعني هيك احلى والباقي هون رح يطير نحن نتركه هون على حاله هلأ هون هون شو بنقدر نقدر نقدر هون نعرف قوالب شان نستخدمه فانا بدل ما احط هذا فانا بقدر بعرف قارب اسمه number واعطيه انه هو من الصفر والتسعة وبقدر بقول له هون مسلا اله النمبر جبلي شو موجود بالنمبر اه ومسميه نم شان ما يسمعنا أخير نم هو يعني هذا بجيب قيمة يمكننا هون عم بحط هالقيمة هون بس هيك اه ومقدر نعرف شدنا بنا قوالب بس هنون بلانك فبقدر بحطه هالقيمة وبقدر بعمل هالحرفة ها اه اه هطلع هون بلانك فانا بقدر بحطه هون فانا هون عرفت صرحت عن قارب بعطيته شو عمل ازي صار بصن هيك كفي بصن هيك صارت قالت انها لازم تكون نظامية فاذا راحت لهون وجعنا عمنا هون وعملنا له عم له هادا هون فتطلع هادا هون فعمت له هلا هون اه بايسون الفارس نا عم ساولي هون ملف بس بدي الاتنين بدي الاتنين بدي الهيدر فعطاني الهيدر هلا وعمت له فتطل فليكس 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 فعطاني الملف وعطاني الملف فلن استخدمنا الحلقة فلازم اقوله يترد يعمل لي حطها التعنيم فليكس تاست وياخد ملفين اللي هنن الملفين وكادي اصدقنا هاي هم شكلة المشكلة والادين وههم فإذا هون إلز هل هذا الخاص طبعا؟ و هذا طبعا؟ و هذا و هذا طبعا هون هون و هاي هون فزرجان اجربناها نعم هون مجلس هل ستنزل كلهم مجلس هم مثل هاي و هي و و هي ها ها الباقي كل حك في وضي هادي ما لنا فيه بنجي لهون فرا حطلو خمسة خمسة زائد خمسة يساوي أعطاني اه نظامي خمسة تضرب خمسة يساوي أعطاني خطأ ممتاز أعطاني اكتما خمسة تقسيم خمسة يساوي اه 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 رفت لش اطيخ لانه هون لأ هون فان هون ما الا شو بيعطيني الاطقين سبقا طلع ايه فانا بداله عيندي تضرب اه اتجاري اه 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 اتجاري وهون اذا لألي التخصيم في رجالي من هون اسمع التقنات هون موجودين فانا بحطن هون وهون اذا لأ الباور واللي هي الباور واللي هي كانت هاي هيكل الشعر البطة اللي هو اه رجال اه باور اه وشو الاقواس كمان انه هو شاف ونا معرف شو دي رجال ارجع هذا اليميني وضع الارت وهذا هون هون اسماء نفس هون ها لازم يكون نفس الاسماء هون و نفس الاسماء هون يعني بس نفس الاسماء هون و نفس الاسماء هون ما في اكتب فهلا اذا هذا ساويت بس انا هلا هون بس عدت ملف فبس ارجع اعمل له فلكس للملف نفسه ارجع ابني البرنامج اه و اجرحت لها عند هون يتلو خمسة اه ضرب خمسة يساوي ارجع بيعطينا هطاء ممتاز اه باور ها ها حمسة زائل خمسة ضمية طيب معناته في عنا مش اللي يمكن هون ملت جيز ملت اسوا هدر اس اكسفريشن بشافر هالجاري ملت بشافر هالجاري ملت ها اه بيزيه طيب 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 ما نظاميه ايوم طيب ضرحنا طيب هذا لانو مستخدمين الفور استيدي بينيو 29 فقدت له خمسة ضرب خمسة يساوي ها كان لازم ندية من أول الجديد فنشوف هون وقدت له خمسة ضرب خمسة فهو شو عميز هي هاته هون هي سكرت هون هاته هاته نا انتيها هاشتا يكون لو هاته فهون اذا شفنا لو قطلو خمسة ضرب خمسة فراح اول شي اعطاهن التقناعات واللي هي خمسة نم والضرب هي مالت والخمسة وهي نم وبعدين يساوي عطاها ال اجل هون اجل عند هون اجل عند هون فشعف خمسة اكسبرشن مالت اكسبرشن واللي هي نمبر مالت نمبر نمبر فطلعت معه هاته فاجه هون ساول شروط لديها فاذا هطيت له هون خمسة تقسيم صفر ها يساوي فقال لي انه هو لابستنى اكسبرشن ايكول اكسبرشن واحد اكسبرشن وايكول فدخل له هون انا ما بقدر بقسم على صفر وقال لي نتيجة هي خمسة لانه هو انا ما عطته شي بس هو الديفولت طبعه مثلا توصل عند هون الديفولت طبعه انه هو ال$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ انا حسب ما ايه اللي هون اعطيني Unexpected ما زلنا هاده هو بكثفي هاي هي كود او اله حاسبه راح اطلو على ال Github مشان ما انزله كملف راح اطلو هوني اي لحده بده يوصل له بتمنى يكون حدا فاهم شي شخصيا هذا اللي طلع معي حاليا راح اول بركي اذا هذا الزبط يعني عجبوكم ساوي واحد لل شروط الف والالس بس يعطيكم العافية شكرا لولدكم